أرد أكرر بوضوح جلي ما يحاول أن يوصله لأخ الشعيب لأنه ما عنده قضية في المجلس ما عنده قانون ما عنده قضية فيدناس ما عنده أمر عنده فقط مهمة مطلب منه أن ينفذها مهاجمة مرزوق الغانم فأرد وأكرر وأقول لما شاف الرد قال لا رئيس مجلس الأمة راح هناك وقال أنت اعتديته على الشرطة هذا كلام غير صحيح أنت المتسبب أنت اللي خليت الاتحاد البرلماني الدولي يطلب منه أن نزوده بكل الأحكام وبكل المواد الفلمية وبكل المستندات وبكل الأمور وأهم أخذوا هذه الجملة من حكم المحكمة أرد وأكرر الموجود بصفحة 140 من حكم محكمة الاستئناف فأتمنى أن تستوعب الدرس وتفهمه